الأبراج اللي بتعشى النكد أو أبراج دراما شوية تحب تعيش الدراما أكتر من أنها تخرج من الموقف على طول يعني في حد ممكن يحصل له حاجة وحشة ما يحبش يفضل عايش فيها فترة طويلة يحصل له مشكلة بيحب يطلع منها على طول لكن في أبراج بتحب تعيش الحالة الأخيرها سواء حلوة أو وحشة فبنقول عليهم أن هم شوية نكاذيين أو شوية كؤبة لأن هم بيعيشوا الحالة قوي لما بيكونوا متضايقين بيعيشوا الزعل قوي بيعيشوا أي مشاعر لحد الأكستريم لحد الآخر طبعا يعني أول حاجة أول حاجة لما بني بيسيرة النكد برج السرطان دي صمعة أنا شايفة أنها صمعة عالفاضي بس مشكلة السرطان هو السرطان لما بيحصل حاجة حلوة بيفرح قوي ولما بيحصل حاجة وحشة بيزعل قوي فالناس بتقول علي أنه هو نكاذي ليه لأنه الحاجات اللي بتحصل وحشة دايما هي اللي بتبان أكتر من الحاجات الحلوة الفرح ما بيبانش قوي على قد ازعل فهو لما بيزعل بيبقى كئيب قوي بيتأثر جدا فبيتوجع قوي فبيزعل قوي فبيبان ان هو كئيب قوي بيعيش المود قوي بتاع الكئابة البرج اللي بعده برده بيصنف على أنه دراما العقرب لأن العقرب شخص عميق قوي شخص بياخد كل الحاجات على جوه قوي وبيقف عند كل حاجة ما بيعرفش يعدي حاجة فبتحس ان هو شوية قمص شوية ممكن ماقف صغير جدا ويبان بسيط يدايقه ويتقمس منه فتحس ان هو كئيب خصوصا لو الشخص التاني اللي معادي ده عفوي شخص عفوي او شخص بيتعامل على سجيته كده مش بيفكر في اي حاجة قبل ما يعملها او ما بيحسبش حساب تصرفاته فلما يجي يتعامل مع العقرب اللي بيقف عند كل صغيرة وكبيرة هيحس ان هو شخص كئيب شخص انت ايه انت مش هتفك بقى يعني هنفضل للي هارب نتخانق للي هارب نتكلف التفاصيل اللي دايقتك كفاية هو العقرب قمص شوية عايز يتعامل معاملة الاطفال طيب يا حبيبي معلش ما تزعلش طيب خلاص عديها المرة دي هو عايز كده هتبقى الدنيا لطيفة لكن عشان كده هو العقرب مش اي حد بينفع معي طيب نيجي بعد كده الابراج اللي هي شوية نيكا دي هو الابراج المائي عموما عشان كده هندخل الحوت كمان الحوت شوية نيكا دي بس الحوت بيعرف يطلع بسرعة بس مش لارض الواقع بيحب يطلع بسرعة يعني لو في حاجة حصلة هو مضايقة قوي بيفضل عايشها فترة طويلة وبعدين عشان يطلع منها بيطلع مع نفسه يعني يبعد وياخد جنب ويتأمل ويعود يفكر ويعود عايش القصة كلها يعني قصدي ان كآبة الحوت دي ما بتأثرش على الناس اللي حواليه بتأثر عليه هو شخصيا لان هو من الناس اللي ممكن يفضل شايله ويستحمل كآبة مع نفسه عايشها مع نفسه بس ما يخليش حد ما بيحبش حد يشيل همه من الاخر ما بيحبش حد يتأثر بزعله أو بحزنه فبيعيش الحالة وبيعيش النكد مع نفسه وما بيأثرش بيه على اللي حواليه على العكس مثلا العقرب السرطان شوية واخد ميكس كده بين الحوت والعقرب بس مين لي الحوت لا ما بيحبش يزعل اللي حواليه بزعله ممكن يجي على نفسه العقرب مزاجي جدا وهي معظم الأبراج المائية مزاجية قوي فهتحسي انها مزاجها بيتغير كتير السرطان نكدي لانه ممكن نبقى احنا عاديين وبنتحك وبنهذر وما فيش اي مشكلة وفاجأة يفتكر حاجة دايقيته حصلت من سنة بسبب موقف حصل بسيط قوي فتلاقيه بيستدعي مود الحزن بيرجع تاني المود الحزن اللي هو عايش فيه وبيعيشوا بقى للإكستريم يعني خلاص بقى أنا دلوقتي قفلت فمش هفك هفضل بقى عايش المود شوية فيه أبراج بتبقى معقولة شوية نكد وشوية فرح شوية هزار وشوية كده كده زي الميزان مثلا هو في عنده حتة توازن الجوزائي كمان من الأبراج اللي دمها خفيف جدا روحها حلوة كده ودمها خفيفة بتحب الهزار والدحكة والخروج والتنطيط مش كئيبة يعني فيه أبراج التور كئيب التور من الأبراج اللي هي يزعل منك من موقف محتاجة 3 سنين تصالحين محتاجة حيليه كتير قوي محتاجة هو برضو بيتأثر قوي لأنه بيحس أو حساس قوي وهو ممكن ما يبنش عليه يعني من النوع اللي لما يزعل منك ما يقول لكيش لما يضايق من موقف ممكن ما يقول لكيش فيتدايق ويزعل وياخد موقف ممكن يقطع علاقته بيكي لحد ما انت تاخدي بالك وتعودي تصالحيه ومش من النوع اللي بيتصالح بسهولة يعني العقرب على قد ما هو أماصه بيزعل بسرعة بس بيتصالح بسرعة بالتور بيزعل بس صعب قوي انك تصالحي يعني صعب تراضيه من الناس اللي صعب قوي تراضيها مش فهل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر